ذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش وقبائل دهم وعبيدة حرروا عدة مناطق كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية غرب معسكر الخنجر الاستراتيجي منها خليل الزور التباب الجنوبية تزامنت مع عمليات تنشيط واسعة لجيوب الميليشيات في المناطق التي تم تحريرها بالأمس في غضون ذلك تواصل قوات الجيش تقدمها باتجاه جبل صبرين وبير المرازيق شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف على وقع معارك كبدت الحوثيين قتلى وجرحة بينهم قيادات ميدانية بارزة منوهة بغارات جوية شنتها مقاتلة التحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات ضعفت من خسائرها